محاسبة التجاري ادارية كل ده ان شاء الله هنعرفه النهاردة وهناخد النهاردة محاسبة الادارية لها شقيني الشق النظري والشق العملي في حالة النهاردة ان شاء الله انا هستعلن معاك كل الشق النظري بتاع المحاسبة الادارية اول حاجة هنبدأ بيها ايه هي اصلا المحاسبة الادارية طب المحاسبة الادارية هي عبارة عن ايه قالك هي مجموعة من الاساليب المحاسبية والادارية والاحصائية اللي بتهدف لتوصيل البيانات والمعلومات لمراكز المسئولية اللي بتزاوي النشاطة في مجالات التخطيط والرقابة واتخاذ القرار يعني ايه كلام ده اول حاجة ان المحاسبة الادارية هي مجموعة من الاساليب يعني مش اسلوب واحد لا ده فيها اساليب محاسبة اللي هي المحاسبة المالية اللي انت اخذها معنا اللي هي من جمع وتبويب وتسجيل البيانات والمعلومات الحاجة التانية ان هي كمان بتضم مجموعة من الاساليب الادارية اللي هي بتعتمد على اتخاذ القرارات الادارية سواء قرارات الشراء او قرارات الانتاج طيب كمان بتستخدم الأساليب الإحصائية ودي احنا هتبان معنا جدا في جزء العمل بتاعك طيب أنا بستخدم لي كل الأساليب دي قالك عشان أوصلها لهدف توصيل بيانات ومعلومات هتوصلها من؟ لمراكز المسئولية للأشخاص اللي يكونوا مسئولين طيب مسئولين في مجالات ايه؟ المحاسبة الإدارية بتهتم بثلاث مجالات عندي في الشركة هم الأهم اللي هي بتقوم عليهم أصلا اللي هي التخطيط، الرقابة، واتخاذ القرار طيب هل المحاسبة الإدارية بتاعت دي؟ أنا أقدر أستخدمها في أي جهة في أي شركة ولا لها مجال معين؟ المحاسبة الإدارية قال لي بتطبق في كافة أنواع المؤسسات عندك المؤسسات اللي هي لا تهدف للربح سواء كانت زي الوحدات الحكومية بتاعتي أيضا في المنظمات اللي بتهدف للربح زي المؤسسات ومنظمات الزراعية، التجارية، الزراعية أي إن كانت النشاط بتاعتي طيب أنا هستخدم المحاسبة الإدارية هي مش ليها مجال معين لا دي في كافة الأنشطة وكافة المجالات بتاعتي طيب بعد كده ده يوصلني من تعريف المحاسبة الإدارية هي المحاسبة الإدارية بتعتمل على إيه أصلا؟ أو الفكرة نفسها القايمة عليها المحاسبة الإدارية الفكرة القايمة عليها المحاسبة الإدارية أول حاجة أن هي أداة لتوفير المعلومات يعني هي أداة لتوفير المعلومات هي بتجمع المعلومات عندي عشان توصلها لمتخز القرار في المنشآت أداة مساعدة لاتخاذ القرارات يبقى النقطة التانية بتوصلني النقطة الأولى وصنتني النقطة التانية أنا باستخدمها بجمع البيانات بتاعتي والمعلومات عندي عشان أقدمها كأداية مساعدة المتخز القرار يقدر يعتمد عليها ويقدر ياخد قراراته طيب رقم ثلاثة هي بتركز على القرارات الإدارية زي ما اتفعنا في أول حتى من اسم المحاسبة الإدارية نفسها هي اسمها المحاسبة الإدارية اللي بمعنى أصح هي بتاخد كل القرارات الإدارية بناء على المعلومات اللي بيوصلها للمحاسب الإداري للإدارة طيب رقم أربعة بتركز على وظيفة التوخطيط المحاسبة الإدارية من أهم الأهداف بتاعتها أو من أهم اللي هي تعملت عشان وأصلا أن هي وظيفة التقديد في المنظمة هي بتركز على هذه الوظيفة رقم خمسة هي اتصاع نطاق البيانات اللي بتوفرها المحاسبة الإدارية عندي يعني إيه اتصاع نطاق البيانات اللي بتوفرها المحاسبة الإدارية يعني احنا لو في الخمس سنين اللي خدناهم في التعليم التجاري انت طالب سنة خمسة خدت معنا كل المحاسبات انواع المحاسبات المالية من صف الاول لصف الرابع كل المحاسبات انت خدتها هي بتوفر معلومة مالية ارقام المحاسبة الادارية لأ بتوفر لك معلومة اوسعة سواء مالية سواء ادارية سواء طريقة كمية سواء بستخدم فيها عينات احصى يبقى بتبتسع مجال المجال اللي بتوفره لي البيانات فيها سادس نقطة هو عدم الاعتماد على البيانات التاريخية فقط المحاسبة المالية بيتم عندي في اخر يوم تلاتشين اتناشر بتبدأ تسجل بياناتك عن سنة تمت لكن المحاسبة الادارية لأ قالي ان هي بتستخدم بيانات التاريخية دي مش بس بيانات التاريخية تعتمد ايضا على المعلومات او البيانات الحضرة بالاضافة الى البيانات المستقبلية الكلام ده كله هيوصلني ايه هي الاتفاق ما بين المحاسبة الادارية والمحاسبة المالية ولو فيه اتفاق ما بينهم ولو فيه اختلاف احنا عاديين بنتكلم ان المحاسبة الادارية فرع من فروع المحاسبة المالية طب هما فيهم اتفاق قالي اوه هما متفقين في اربع نوات طب هما متفقين فيها قالي اول حاجة انه كله هما بيستخدم كاداة مساعدة لاتخاذ القرارات سواء المحاسبة المالية او كانت المحاسبة الادارية انا باستخدمها اداة عندي ان هي تساعدني في اتخاذ القرارات بنا انا على المعلومات اللي هي بتجمعها رقم اتنين كله هما بيعتمد على مفهوم المسئولية يعني ايه يعني كله هما بيديني بيانات اقدر من تتبع البيانات دي ان انا اعرف مين المسئول عن التكلفة او مين المسئول عن تحقيق العائب بتاعي يبقى كله هما بيعتمد على مفهوم المسئولية بتاعتي طيب رقم تلاتة قالي كله هما بيعتمد على البيانات الاولية اللي اتنين بيستخدموا البيانات بتاعتي اللي هي المبدئية الاولية اللي احنا بنستخدمها عشان يبنوا عليها المعلومات رقم 4 كله هما بيعتمد على النظام المحاسب المطبق بالمنشأة سواء محاسبة مالية او محاسبة ادارية انا بشتغل من خلال النظام المحاسبي المتفق عندي او مطبق في المنشأة بتاعتي طيب ده معناه اني عندي المحاسبة المالية والادارية ما بيكونش اختلاف طيب ايه الفرق قال لي لا طبعا هما بيختلفوا وبيختلفوا اكتر ما بيتشبه انا قلت هنا ان هما بيتشبه في 4 نقط بس طيب بيختلفوا في ايه بقى قال لي بيختلفوا تقريبا في 11 نقطة طيب تعالي نشوف معايا هما بيختلفوا في ايه اول حاجة بيختلفوا فيها هي الالزام القانون يعني ايه الالزام قانون في المحاسبة المالية مفروضة القانون هو اللي فرضها بموجب القانون التجاري وقانون الشركة بمعنى اصح هي مش مبدأ حر للشركة ان هي تطبقها او بتطبقها اوش لا قال لي لا طيب نيجي بالنسبة للمحاسبة الادارية قال لي لا دي مزاجها حاجة طبع حاجة الشركة بتفرضها حاجة الشركة عندي يعني انا شركتي محتاجة لمحاسبة الادارية هطبقها طب شركتي مش محتاجة لمحاسبة الادارية لا مش هقدر هطبقها عادي جدا ده بخلاف طبعا بعكس المحاسبة اللي ايه المالية بالنسبة طيب نيجي للاهمية اهمية المحاسبة المالية الحاسبة المالية ضرورية أساسية في الشركة ما ينفعش إن أنا ما أعملهاش طيب بالنسبة لمحاسبة الإدارية زي ما قلنا في النقطة الأولى هي اختيارية حسب طبيعة الشركة بتاعتي حسب حجم الشركة بتاعتي حسب رغبتي إن أنا أستخدمها أو ما أستخدمهاش تالت نقطة في أوجه الاختلاف ما بين المحاسبة المالية والإدارية هي نقطة الدقة الدقة قال لي المحاسبة المالية أكثر دقة طبعا ليه؟ قال لك لأنها تعتمد على بيانات حقيقية ودقيقة من واقع مستندات يعني أنا عشان مجرد أسجل مبلغ بسيط جدا إن شاء الله ميجي نيه لازم أن يكون معايا مستند عشان أقدر أسجله وده كنا واغدينه في أساسيات المحاسبة المالية بتاعتك اللي أنت وادرسها معنا في الصف الأول اللي هي زي القيود اليومية إبقى أنت عشان تسجل لازم أن يكون معاك مستند بدون مستندات أنا ما أقدرش أسجل فعشان كده المحاسبة المالية هي أقصر دقة من المحاسبة الإدارية طب بالنسبة للمحاسبة الإدارية المحاسبة الإدارية بتعتمد كلها على تنبؤات مستقبلية يعني بمعنى صح في الغالب ما فيش دقة فيها الدقة هنا يعني قليلة جدا لأن أنا كل اللي أنا بعمله أن أنا بخطط البقرة فعشان أخطط البقرة بعتمد على أرقام وتنبؤات وتقديرات تنبؤية بالنسبة لي طب نيجي للأطراف المستفيدة بالنسبة للأطراف المستفيدة عندك في المحاسبة المالية هي جهتين إدارة المنشأة ده من داخل المنشأة وأيضا جهات خارجية من خارج المنشأة مين بقى زي هي السوق المال زي مصلحة الضرائب زي البنوك الدائنين المساهمين كله ده بيعتمد على أرقام أو بيستفيد من المحاسبة المالية طب بالنسبة للمحاسبة الإدارية الأطراف المستفيدة عندي هي أدارة الشركة فقط هيوصني لنقطة قبلها لأن أرقامها أرقام غير حقيقية هي مجرد تنبؤات بتحتاجها الشركة أو أدارة الشركة عشان تخطط لبقرة فبالتالي أنا الأطراف المستفيدة هنا هكون أدارة الشركة فقط طب نيجي بعد كده للتوجهات الزمنية يعني إيه توجهته زي ما يعني الفترة الزمنية أو المعلومات الفترة اللي بتعتمد عليها كل من المحاسبة المالية أو الإدارية المحاسبة المالية بتهتمد بالمعلومات التاريخية اللي حصلت بالفعل لأن إحنا زي ما اتفقنا من سنة أولى أن أنت بتيجي تسجل عندك أو بتعمل قوائمك في يوم 31-12 بتعتمد على إيه؟ على كل التسجيلات اللي تمت في بداية العام من واحد واحد يبقى أنت بتهتم هنا بالمعلومات التاريخية خلال سنة كاملة بالنسبة للمعلومات المحاسبة الإدارية قالي لأ المحاسبة الإدارية بتهتم أصلا بالمعلومات المستقبلية لأن أنا بخطط لبقرة فاللي همني هي المعلومة المستقبلية بتاعتي مش المعلومة التاريخية نيجي بعد كده الغرض أو الهدف طيب إيه الغرض أو الهدف من المحاسبة المالية أنا بعملها ليه في المنشأة بتاعتي أو الشركة بتاعتي قال لي بياني المركز المالي يعني إيه بياني المركز المالي؟ أن أنت تعرفني الربح أو الخسارة أنا كسبتي إيه أو خسرت إيه وفي آخر سنة تعرفني إيه هي أصولي أو إيه هي الخصوم والالتزامات اللي علي هو ده اللي بيوضحه المحاسبة المالية وأهدفها طيب المحاسبة الإدارية قال لي المحاسبة الإدارية ثلاث نقاط أساسية كنا قلنهم لسا في التعريف. تخطيط رقابة استمرات الشركة بتاعتي. انا عايزة اعرف هل شركتي في المستقبل هتستمر? هل انا هبدأ احط خطط ليها? هبدأ ارائب الاداء فيها. هي دي اهداف المحاسبة الادارية. نكمل مع بعض اوجه الاختلاف. احنا قلنا ان اوجه الاختلاف معايا. ده مثل في تقريبا 11 نقطة اوجه اختلاف. طيب. نيجي بعد كده مرونة التقارير. المحاسبة المالية غير مرنة. التقارير اللي انا بقدمها فيها غير مرنة نهائي. ليه غير مرنة? لانها بتحكمني مبادئ وقواعد المحاسبية. انا مش حرة في التقارير بتاعي. طيب بالنسبة لمحاسبة الادارية. قال لي لا دي مرنة. ما بتحكمهاش اصلا مبادئ المحاسبة. لسبب. انا بقدم تقاريري لمستويات ادارية مختلفة. كل مستوى اداري بيقول ليه مجموعة من التقارير تخصه. يعني المستوى التقارير بتقدم للادارة العليا. غير التقارير بتقدم عندي الادارة الوسطى. غير التقارير اللي عندي بتقدم ليه الادارة الادنة. فبالتالي انا عندي مرونة في التقارير. فيه بيانات تتبهة في بيانات ما تتبهاش. ما بتحكمنيش هنا مبادئ المحاسبة. وبالتالي هي غير هي هنا مرينة. طب نيجي للوحدة اللي بتعد عنها التقارير. الوحدة اللي بتعد عنها التقارير بالنسبة للمحاسبة المالية بتعد عن الايه؟ المنشائكة كل. قال لي اننا بطلع قايمة دخل قايمة مركز مالي لكل الشركة. بينما المحاسبة الإدارية قال لي لا اه. ده انا بركز على اقسام وادارات بعنها. بطلع موازنة انتاج لادارة الانتاج بس. بطلع موازنة مشتريات لادارة المشتريات بس. بعمل خطة لإدارة الإنتاج. يبقى أنا هنا بركز على أقسام إدارة. بخلاف المحاسبة المالية. نيجي لأنواع التقارير. أنواع التقارير زي احنا عارفين ودرسنا من الصف الأول إلى الصف الرابع. إن أنواع التقارير اللي بتقدمها المحاسبة المالية بالنسبة لي هي قوائم مالية. قيمة دخل. قيمة مركز مالي. وبعض التقارير اللي تطلب حسب الجهة الطلبة للتقارير. تمام؟ في عندي المحاسبة الإدارية. لا المحاسبة الإدارية تقاريرها شملة. أكثر شمولة. لسبب أنا بتساعدني في اتخاذ القرارات الإدارية. فبالتالي بعندي التقارير بتكون شملة. آخر نقطة من نقطة أوجه الاختلاف ما بين المحاسبة المالية والمحاسبة الإدارية هي دورية التقارير. يعني ام تطلع التقارير بتاعتي؟ قال للمحاسبة المالية أنا بطلع تقارير سنوية كل سنة. أو ربع سنوية. طيب. او عند الحاجة. يعني مثلا الشركة هتصفي. هتعلن الافلاس. اه في حالة الافلاس التصفية البيع. فهتطر اعمل قوائم المالية بتاعتي. لكن في غير الظروف اللي هي الاستثنائية دي. انا بطلع قوائم مالية سنوية او ربع سنوية. طيب بالنسبة للمحاسبة الادارية. قال لي لا ده انا ممكن اطلع تقرير يومي. اسبوعي. شهري. يبقى انا بطلع تقرير يومية. اسبوعية. شهرية. في المحاسبة الادارية. كده انا خلصنا مع بعض اوجه الاختلاف ما بين المحاسبة المالية والمحاسبة الادارية. اعتقد انت قدرت تلم وتعرف ايه الفر والاختلاف ما بين كل منهم. وايه اللي هما بيختلف وبيتفقوا فيه. طيب. نبدأ نعرف ايه هي المبادئ العامة اللي بتحكم المحاسبة الادارية. انا عندي التلات نبادئ اساسية بتحكم المحاسبة الادارية بتاعتي. مبدأ الملأمة. مبدأ الدقة. مبدأ التوقيت المناسب. وبما اننا بناخد محاسبة ماينفعش حاجة اسمها تحفظ. لازم ان كل الكلمة تبقى فهمها. عارفها. انت انت خطت التجارة خمس سنوات كاملة. من بتدرس معانا من صف الاول لصف الخامس محاسبة. مبدأ ان الحفظ هو مناقض تماما للمحاسبة. فانت لازم كل حاجة او كل مصطلح لازم ان تفهمه لازم ان تعرف حتى لو احنا بنتكلم عن الاطار النظري للمحاسبة الادارية انت لازم ان تبقى فاهم كويس جدا المحاسبة الادارية بتاعتي بتتكلم عن ايه او اللفظ نفسه بايه. طيب تعال نشوف يعني ايه مبدأ الملأمة. مبدأ الملأمة معاك بيبان في مجموعة من العناصر او بيتضع عندك في مجموعة من العناصر. زي مثلا كل ما كانت قارة البيانات اللي بيستخدمها المحاسبة الادارية عندي في تحليله ودرسته اه لأي نشاط من نشاطة المنشأة. قاعدة البيانات عندك تكون واسعة ومتعددة الاجال يعني قادر استخدمها في اي فترة زمنية وشاملة كذا فترة زمنية ووسعة ومناسبة هنا بيظهر مبدأ الملأمة بتاعي. بتبقى قاعدة البيانات اللي بيستخدمها المحاسبة الادارية قاعدة بيانات ملأمة. طيب ايضا بتظهر لو كل ما تكلفة الحصول على المعلومة او قاعدة البيانات بالنسبة لي اقل من العائد المحاكوة من الاستخدامها. يعني ما ينفعش ان انا اخد قرار مثلا بتوفير ميت جنيه عشان اوفر ميت جنيه ان قاعدة المعلومات اللي انا اكتسبتها او اللي انا وصلت للقرار تكون بتكلفاني الف جنيه. يبقى دي كده قاعدة غير ملأمة. يبقى انا هنا لازما في حين لازما توازم بين التكلفة والعائد. انه ويكون احصل على المعلومة اقل تكلفة واقصر عائد. ستظهر هنا قاعدة الملأمة بالنسبة لي. ايضا فيه عندك مدى ملأمة التقارير والتوصيات المقدمة للإدارة اللي بتساعدها في اتخاذ القرار. احنا اتفعنا ان الهدف الرئيسي من المحاسبة الادارية ان هي بتساعدني في اتخاذ القرار. كل ما تكوني التقارير والتوصيات اللي انت مقدمها للإدارة ملأمة ومنازمة وقدر ابن عليها قرار سليم وناجح. بيظهر مبدأ الملأمة بالنسبة لي. طيب. ايضا ماذا ملأمة التقارير والتوصيات اللي انا هقدمها دي للمستوى الاداري اللي هي بتتقدم فيه. لازم انا اوصل المعلومة بتاعتي بشكل مفهوم. بشكل واضح. ما ينفعش ان انا 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 از ما اتفعنا ان انا عندي كذا مستوى اداري. كذا مستوى اداري بتاعي ده بيوضح لي ان انا في الاخر عنده فيه مستوى ادارة عليا. فيه مستوى ادارة وسطة. فيه ادارة ادنى. لازم انا انت بتوصلها المعلومة تبقى الادارة فهم المعلومة. يبقى انا هنا بتكون بقدم معلومة ملأمة للمستوى الاداري اللي انا بوصلها. نيجي بعد كده تاني مبدأ هو مبدأ الدقة. مبدأ الدقة مطلوب انجاز اي عمل سواء اه محاسبة او اه غير محاسبة. حتى في حياتك نفسها لازم ان تكون دقيق وبطراعي الدقة. والمحاسب الاداري هنا لازم ان يكون عنده دقة كاملة من بداية من جمع البيانات والمعلومات لحد ما يوصل للتقرير النهائي بتاعه اللي بيقدمه. عشان تقرير يبدأ ياخد يساعد في اتخاذ القرار بتاعه. نيجي بعد كده التوقيت المناسب. يعني ايه توقيت المناسب? يعني لازم ان اختار ان المعلومة لتوصلني. توصلني قبل ما اتخذ القرار وفي وقتها المناسب. ما ينفعش تديني معلومة بعد فوات الاواي. ساعتها المعلومة ما يكونش لها اي فايدة. يبقى انا هنا المحاسبة الادارية ما يكونش امد بالهدف بتاعه او المبدأ بتاعه. يبقى انا هنا زي ما قلنا ان انا عندي تلات مبادئ اساسية للمحاسبة الادارية. مبدأ الدقة. مبدأ الملأمة مبدأ التوقيت المناسب. والمقصود بيه ان انا بوصل المعلومة بتاعتي في بدون تباطئ وبدون تأخير في الوقت الملائم لها. طيب بعد كده هناخد معايا بقى ايه خصائص المحاسبة الادارية. تقدر تقول عليها خصائص المحاسبة الادارية. سيمات محاسبة الادارية. سيمات محاسبة الادارية. اللي هي بتتصب بين محاسبة الادارية. اول صفة في المحاسبة الادارية هي بتهتم بالاحداث الماضية. الجارية المستقبلية. يعني ايه? يعني بتجمع معلومات عن الاحداث الماضية اللي هي بتجيبها من آآ القوائم المالية اللي خاصة بالمحاسبة المالية. عن سنة كاملة. طيب ايضا بتهتم بالاحداث الكارية الجارية عندي. اللي هي زي اسعار السوق دلوقتي. آآ اسعار الخامات في الوقت الحاضر. بالنسبة ليه؟ الأحداث المستقبلية اللي هي الخطط بقى اللي بتبدأ والتنبؤات والتأدلات اللي بتحطها المحاسب الإداري. يبقى هي بتهتم بثلاث فترات. أحداث ماضية أحداث جارية وأحداث مستقبلية بالنسبة لي. نيجي رقم اتنين هي بتستخدم. احنا اتفعنا إن المحاسبة الإدارية بتستخدم بيانات مالية أو عينية في إعداد معلومتها. إزاي؟ لو أنت بتسجل في المحاسبة المالية بتقولي مثلا أنا اشتريت بألف جنيه. من حساب المشاركة إلى حساب مثلا الخزينة. أنت عطتني المبلغ ألف جنيه بس. ما عطتني ش الكام. ما ورتديش الألف جنيه دي جابتلي الكام وحدة. المحاسبة بقى الإدارية لأ بتوضح لك. المحاسبة الإدارية تستخدم بيانات المالية والبيانات العينية. بتوضح لك الكميات. بتقولك أنا اشتريت بالألف جنيه دي مثلا عشر تلاف وحدة. يبقى بتوضح للكميات بتاعتي. نيجي رقم ثلاثة. اللي هي اعتمادها على البيانات الاحصائية والاقتصادية والفنية. يعني ايه بتعتمد على البيانات الاحصائية والاقتصادية اللي بتعتمد على مجموعة المؤشرات والأساليب الاحصائية والاقتصادية اللي في البلد مثلا مؤشر ارتفاع الأسعار مؤشر انخفاض الأسعار تمام. أيضا بتبدأ تعتمد على البيانات الفنية من اتخاذ قرار. اتخاذ قرارات الفنية من ما زي قرارات التوقيف الانتاج او ان انا اشغل خط الانتاج او ان انا اشتري من برة افضل وارخص طيب رقم اربعة من ضمن خصائص المحاسبة الادارية عندي قال لي بتطاقص النتائجها بالاتجاهات السلوكية للمنشأة يعني ايه بتطاقص نتجاه بالاتجاهات السلوكية للمنشأة يعني دي بتيجي بقى من العلاقة ما بين المحاسب الاداري وبين اصطف الشغل معين فيه منشأة سواء مهندسين سواء اداريين سواء رؤساء سواء عاملين العلاقة الحاجة التانية بتتوقف على احساس العاملين بالمنشأة بتاعته بالفوائد اللي بتحققها المحاسبة الادارية ومدى اهمية المحاسبة الادارية اخر نقطة عندي من ضمن الخصائص المحاسبة الادارية هي ان هي بتستخدم الاساليب الكمية في اعداد نتائجها الاساليب الكمية المقصود بها اساليب بحوث العمليات زي اسلوب البرمجة الخطية واسلوب التوقع الرياضي يبقى المحاسبة الادارية بتستخدم جميع الاساليب الخاصة الاساليب الكمية الخاصة ببحوث العمليات عشان توصل للنتائج والتقارير بتاعتها ده يوصلني لتلات اهداف رئيسية المحاسبة الادارية بتعمل ان هي تحققهم اول هدف هو هدف التخطيط ايه هو هدف التخطيط وهدف التاني هدف الرقابة وتقييم الاداء برضو هنبدأ نتناوله رقم تلاتة هو اتخاذ القرارات الادارية ودل هو حتى كان في من ضمن التعريف الاساسي بتاع المحاسبة الادارية انا قلتلك من اول الحلقة ان المحاسبة الادارية عندي عموما هي قيمة على تلات اهداف دول تخطيط رقابة اتخاذ قرار طيب تعال نعرف يعني ايه اصلا تخطيط التخطيط عندي قال لي ان انا ابدأ احدد هدف في المنشأة او المشهور وابدأ بعد ما احدد الهدف ده ابدأ اختار كل الوسائل اللزمة ان انا حقق الهدف بتاعي ده وابدأ اجهز له قاعدة بيانات ومعلومات بصورة اهداف لعدة سنوات قدام زي بالظبط كده انت منت داخل عندنا تجارة في الصف الاول بتبقى داخل وانت مخطط لحياتك ان انت بعد خمس سنين هتتخرج على كلية تجارة انت بتحط الهدف لمدة خمس سنين او يبقى انا حطيت هدفي بعد خمس سنين ببدأ احط بقى الوسائل اللي انا تحقق لي الهدف ده تبدأ تكتهد تبدأ تدرس كويس تبدأ تستفيد تبدأ تحقق مجموع تبدأ تجمع معلوماتك خلال خمس سنوات على أساس تجيب مجموع في سنة خمسة تبدأ تدخل بيهم وتحقق هدفك اللي هو كل التجارة الشركات بتعمل كده بتحط هدف لعدة سنوات قدام وتبدأ تشوف ايه هي الوسائل اللازمة اللي اتحققه نيجي بعد كده تاني من ضمن التخطيط قال لي انا عندي المحاسب الاداري بيستخدم نوعين من مهام التخطيط هنا تخطيط استراتيجي تخطيط تكتيكي ايه مقصود بالتخطيط استراتيجي بالنسبالي التخطيط الاستراتيجي بالنسبالي ان انا بحط سياسة اجمالية لشركة كوكل انا عايزة احط سياسة عايزة ابدأ احدد اهدافي زي اللي هي انا عايزة اهدف الربحية ان انا حقق الربح بتاعي ايه يبقى فيه اهدف طولة الاجر تحقيق الربحية استمارية الشركة ده اسمه تخطيط استراتيجي طب تخطيط تكتيكي ان انا ابدأ احدد الوسائل اللي تساعدني في تحقيق الاهداف اللي انا حاططها ضمن تخطيط الاستراتيج فالمهام هنا بتاع التخطيط مترطبة على بعضها بعد كده نغطني هدف من اهداف المحاسبة الادارية بتاعتك هي الرقابة وتقييم الاداء يعني ايه الرقابة الهدف مني اللي هدف من الرقابة هو اننا الموارد المتاحة بالمنشاقة بتاعتي تبقى احسن تستخدامها واستغلالها بأعلى كفاءة وفعلية ممكن يبقى ايه هو تاني الرقابة اننا نتأكد ان الموارد اللي انا عطيتها لك انت استخدمتها بأعلى كفاءة وبدون اهدار طيب انا عشان كده مرحلة الرقابة عندي بتمر بثلاث خطوات رئيسية اول حاجة تبدأ تحط المعايير والمقاييس احط المعايير والمقاييس اللي هي ايه اللي هو بمعنى ساعة الاداء المطلوب تحقيقه يعني بالمثال ابسط لو انت حاطت لنفسك ان انا مثلا هزاكر في اليوم خمس ساعات ده اللي انت بتخطط له انا كده حاطيت معيار ان انا هزاكر في اليوم بتاعي خمس ساعات طيب تبدأ تاني خطوة تبدأ تقارن النتائج الفعلية بالمعايير الموضوع تبدأ تشوف انت ذاكرت كم ساعة وفي كم ساعة دي الكم اللي انت قدرت تذكره يبقى انت كده قارنت النتائج الفعلية بالمعايير الموضوع نفترض انت ذاكرت الاسعب بس انت حاطت لنفسك ان انت المفروض في اليوم تذاكر خمسة يبقى فيه هنا انحراف عن الهدف بتاعك تبدأ بقى المرحلة التالتة ان انت تبدأ تاخد القرارات التصحية ان انا ابدأ اشوف اين مشكلة اللي حصلت وخلتني ابقى عندي اعاقة ان انا ما وصلش للخمس ساعات اللي انا حاططهم تمام كده نيجي بعد كده الهدف التالت بالنسبة للمحاسبة الادارية هو اتخاذ القرارات الادارية وده من اهم الاهداف المحاسبة الادارية او اللي بتسعليه المحاسبة الادارية من ضمن الخطوات اللي ابتاخدها ان انا اوصل لمرحلة ان انا اخد القرار بتاعي طيب هو عموما ايه هي خطوات اتخاذ القرار للعادي خطوات اتخاذ القرار بالنسبة لي اول خطوة ان انا باعترف بوجود مشكلة وابدأ ادرس المشكلة دي ابحث عن حلول ليها طيب تانية حاجة انا لقيت حلين 3 اربعة بابدأ احدد كل الحلول البديلة الموجودة عندي وابدأ احلل نتائج كل بديل واشوف كل بديل ده هيوصلني لايه وبعد كده ابدأ اقارن نتائج كل بديل وابدأ اختار افضل بديل من كل لايه البدايل المتاحة بالنسبة لي يعني لو فرضنا مثال فرضت المثال انت عندك مشكلة في المحاسبة الادرية عندك مشكلة في مذاكرتها طيب انا كده عرفت المشكلة نجي بقى للبدايل البدايل عندي ان انا في بديل ان انا هاحضر والتزم في الفصل بتاعي واحضر مع مدرس الفصل البديل التاني ان انا هابدأ اتابع البرامج التعليمية تمام البديل التالت ان انا هابدأ امسك الكتاب بتاعي واعتمد على نفسي وابدأ اجمع معلومات زيادة في المحاسبة الادرية انت كده جمعت نفسك مثلا تلاب بدايل تبدأ بقى تقارن هذه البدايل وتبدأ تشوف افضل وسيلة بالنسبة لك وتبدأ تختار البديل الافضل وممكن تجمع التلاتة مع بع تمام كده يبقى انا هنا دي بوصلني ان انا باخد القرار طيب احنا تكلمنا عن المحاسبة الادرية وتعريفها واهدفها وخصائصها بس ما تكلمناش عن المحاسبة الادرية مهمة اوي او طبعا احنا قلنا عن المحاسبة الادرية المهمة وببان اهميتها في علاقتها بالادرات المختلفة بالمنشأة بتاعتك زي مثلا من اهمية المحاسبة مثلا تعالى بالنسبة للادرية العليا المحاسبة المالية الادرية بتاعتك بتبقى مهمة بالادرية العليا لانها بتقدم لها بيانات ومعلومات هامة سواء معلومات تخطيط او معلومات رقابة تبدأ تاخد بناء على اساس هذه المعلومات تبدأ تاخد عندي ايه تبدأ تاخد قرارات طيب انا بوصل المحاسب الاداري بوصل لإدارة العليا 3 انواع من التقارير تقريبا تقارير بتقدم معلومات تاريخية وده معتمدة على المحاسبة المالية بألقام حقيقية تقارير بتقدم معلومات رقابية ببدأ رائب الانتاج عندي وساعات العمل وازا ما اتفقنا المرة اللي فاتت لما قلنا بنحط المعايير الرقابية وابدأ اشوف الانحراف عنها سواء كان انحراف مجل او انحراف سالي بنيجي بعد كده بتبدأ تقدر لي تقارير بيانات احصائية وده بتبقى متعلقة دايما بالتنبؤات اللي انا بتنبأ بيها بالمستقبل تمام طيب من ضمن الاهمية ايات المحاسبة الادارية بالنسبة للإدارات علاقتها بإدارة الانتاج علاقتي ايه بإدارة الانتاج هي بتوفر لي معلومات بتساعد مدير إدارة الانتاج بتساعده في ايه قالك بتحديد حجم وكمية الانتاج اللي هتم انتجها يبقى انا بساعد المدير ده انه هو يحدد حجم وكمية الانتاج اللي هتم انتجها طيب يبقى بتوفر له معلومات ازاي؟ قالي بتوفر له معلومات عنه اول حاجة بتوفر له معلومات عن حجم وكمية المبيعات السابقة والمتوقعة تاني حاجة بتوفر لي بيانات عن التغير في المخزون بتاعي تالت بيانات بتوفرها لي هي بيانات تكاليف الانتاج المتوقعة رابح حاجة بيانات تكاليف التغزين المتوقعة لاحظ ان في بيانات بتبقى تنبؤية زي التكاليف الانتاج والتغزين هي ليس ما تمتش بس انا بتوقع التكاليف بتاعتها بناء على المعلومات السابقة لكمية المبيعات اللي انا بعتها في السابق وكمية المبيعات اللي انا متوقعة ان انا ابيعها في المستقبل تمام كده؟ طيب ايضا من ضمن العلاقات المهمة او الاهميات المهمة هي اهمية محاسبة الادارية بالنسبة لدرورة المبيعات ايضا محاسبة الادارية بتوفر عندي مدير المتساعد او بتوفر لي معلومات متساعد مدير ادارة المبيعات بتاعتي في اتخاذ قرار باية؟ inek بتحديد حجمه وكمية المبيعات طيب فبتوفر له معلومات عن ايه؟ حجم وكمية المبيعات السابقة انا بعرف الرجل ده المبيعات السابقة اللي تمت بوضع اوصل لحجم وكمية التغير في المغزون هل المغزون بتاعي زاد او المغزون بتاعي قل طب ايه العلاقة ما هو انت لو مخزونك زيديata بقى انت ما بيعتش كويس يبقى المخزون ما ده مزيد عندي انا ما بيعتش كويس المنتج ده مش عليه الطلب فبالتالي متخزن في المخازن بتاعتي طب لو انا ما عنديش المخزون بتاعي اه ده معناه ان المنتج بتاعي شغال فابدأ ننركز على المنتج هنا او المباعد بتاعتي او في سياسة المباعد هل في سياسة غلط لو المنتج عندي مش متباع حجم وكمية المنتج المتوقع أنا بتجيله حجم كمية المنتج للمتوقعة لأن المتوقعة أن المنتج ده هيباع في السوق بكمية قد إيه وده برضو بناء على البيانات والمعلومات اللي بيجمعها المحاسب الإداري تكاليف الإنتاج المتوقعة وتكاليف التخزين المتوقعة من ضمن البيانات اللي بيوفرها أو المعلومات اللي بتوفرها للمحاسبة الإدارية لمجير إدارة المبيعات فبيبدأ ياخد قراره ويحدد حجم وكمية المبيعات اللي هو هيبدأ يشتغل عليها أيضا من ضمن العلاقات هنا بالنسبة لإدارة المشتريات بتوفر لي معلومات بتساعد مدير إدارة المشتريات بتساعده في إيه؟ تحديد موردي المواد الأولية أتعامل مع مين في المواد الأولية؟ إحنا اتفقنا إن أنا كجهة بصنع أو بأنتك بشتري من المورد طيب المورد بتاع المواد الأولية اللي هي المواد الخام بتاعتي اللي أنا ببدأ أصنع منها أو بشتغل عليها أنا عندي كزا مورد أتعامل مع مين؟ مين أفضل مورد أتعامل معي؟ اللي بيحدد لك إن أنت تاخد القرار ده هي المعلومات التفارك المحاسبة الإدارية طيب ليه؟ لأنها بتديني معلومات عن كمية المواد المطلوب شراءة عن الكمية نفسها فبالتالي بتبدأ تديني أسعار التوريد أو أسعار الشراء شروط التوريد وتنظيم عملية الشراء وهل خط بالنسبة للكمية بتاعتي خط خصم المسموحات؟ أو تمام؟ أو الخصم النقدي الخصم التجاري فكل ده بتوفره لك مين توفرك المحاسبة الإدارية فتبدأ مدير إدارة المشاريع تبدأ يغلق قراره أنه يتعامل مع أنه مورد بيقدم أفضل الشروط بالنسبة لي إحنا كده درسنا مع بعض كل الأهميات اللي هي بتمثلها المحاسبة الإدارية لأغلب الإدارات المتمثلة في الإدارات الرئيسية في الشركة بتاعتي طيب القائم بالمحاسبة الإدارية هو طبعا هنا هل أي شخص يقدر يكون محاسب إداري؟ قالي لأ طبعا مش من منطق لأ لأنه إحنا وإحنا بندرس طوال الحلقة أنا وضحت لك أهمية المحاسبة الإدارية هي المحاسبة اللي تديني معلومات إن أنا أخذ قرار فعشان أنا وصل للقرار ده أو أتأكد إن أنا المعلومات دي متقدم لي صح طبيعي لازم أن يكون فيه شروط واجب توفرها في الشخص القائم والوظفر للمعلومة دي الشخص القائم ده قال لي إيه هي شروط الواجب توفرها في المحاسبة الإدارية طيب أول شرط هو الإلمان بقدر مناسب من المعرفة عن الوظيفة الإدارية المحاسب الإداري هيتعامل مع الوظيفة الإدارية وهيبدأ يحط لهم كمان خطط وموازنات يعني خطة للإنتاج خطة للمبيعات خطة للمشتريات إزاي المحاسب الإداري يحط خطة ويديني قرار أو يديني تقرير قايم عليه الخطة بتاعتي وإن أنا أتأخذ قرار لو هو ما عندهش معلوم عن الوظيفة الإدارية اللي هو بيتكلم عنه يبقى طبيعي لازم أن يكون عنده معرفة وقدر مناسب من المعرفة ممكن توصل أنه هو يكون الأفضل أنه يكون يشتغل في جميع هذه الإدارات عشان يكون على علم تام بطبيعة كل إدارة وطبيعة الوظيفة الشغل فيها تاني حاجة الحصول على قدر مناسب من المعرفة عن طريق التعليم والتدريب في كل المجالات بقى مجال علوم إدارية، علوم اقتصادية، تحليل مالي، مراجعة، درائب، موازنات، برصة، أسعار البرصة يبقى لازم أن يكون عنده كل البيانات والمعلومات وقدر مناسب من المعرفة عن هذه المجالات طيب عن طريق إيه؟ التدريب والتعليم تمام كده؟ طيب آخر شرط من شروط الواجب التوفرة في المحاسب الإداري أنه يلتزم بقواعد وأداب وسلوك المهن يعني إيه يلتزم بقواعد وأداب وسلوك المهن؟ هي مهنة المحاسبة لها قواعد وسلوك؟ طبعا مهنة المحاسبة لها قواعد وسلوكيات فأنت عندك لازم أن المحاسب الإداري بيلتزم بهذه القواعد طيب إيه الصفات بتوصلني الشروط لمجموعة من الصفات الواجب التوفرة بقى في المحاسب نفسه؟ أول صفة هي الكفاءة العلمية الشخص ده لازم أن يكون حاصل على مستوى عالي ومناسب من التأهيل العلمي والعملي يعني يكون خريج بكالوز تجارة مش معقولها تجيب مثلا بكالوز دراع أو بكالوز حقوق أو 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 يبقى لازم أن تأهيل مناسب اللي هو يكون خريج تجارة طيب هل لازم أن يكون عنده خبرة؟ لكن لو زود خبرته كمان بالقرصات والتدريبات يبقى لازم أن يكون عنده مؤهل تأهيل علمي وعملي ومهني تاني حالة الثقة يعني الثقة هو عدم إفشاء لأي معلومات لازم أن المحاسب الإداري تكون لديه الثقة كاملة أو متوفرة فيه أنه هو لا يفشي أسراء مش بس هو هو واللي تابعين ليه في إقدارته تمام كده؟ يعني كل اللي شغالين تحت المحاسب الإداري من محاسبين في إقدارته لازم أن يكون مسؤول عن عدم إفشاءهم لأي أسرار أو بيانات سرين الأمانة هو عدم القيام بأي عمل يخالف القوانين واللوائح حتى لو طلب منك المدير كذا لا طبعا أنت هنا لازم المحاسب الإداري بيتصف بصفة الأمانة إنه عدم مخالفة أي قوانين وأي أية لوائح آخر حاجة معايا اللي هي الموضوعية يعني إيه موضوعية؟ المقصود بالموضوعية أن حضرت بتوصل المعلومة كاملة ما ينفعش توصل المعلومة نقصة يبقى لازم أن توصيل المعلومة بشكل كامل هي دي الإيه؟ الموضوعية يبقى إحنا هنا تناولنا شروط وإصطفات ولازم أن تاخد بالك من فرق ما بين الاتنين لأن ده من ضمن الأسئلة الهمة في الامتحانات وممكن أنت تتلقف ما بين الاتنين على أساساً الاتنين قربين جداً من بعض ابدأ دايماً أعرف الصفات فرق ما بين الصفات والشروط الواجب توفرها في المحاسب الإداري طيب هناخد تاني مع بعض إحنا وصلنا هنا للشروط والصفات والأهميات بتاع المحاسب الإداري إيه الوظائف اللي ممكن المحاسب الإداري بتاعي يقدمها هو بيعمل إيه؟ طيب المحاسب الإداري بيكون عليه عدد كبير من المهام من ضمن هذه المهام أو من ضمن هذه الوظائف أو من ضمن هذه الواجبات أول حاجة يبدأ يجمع بياناته المعلومات يبدأ يجمع بياناته المعلومات من كذا مصدر المصادر بداخل المنشأة وخارج المنشأة بعد ما يبدأ يجمعها يبدأ يحللها الأول هيبدأ تسجيلها هيسجلها ويحفظها بعد كده يبدأ يحللها ويدرسها تمام؟ بعد كده يبدأ يحل المشاكل اللي بتقابلني فيه كمان هيبدأ يوجه نظر المسؤولين عن وظيفة التخطيط والرقابة لأنه زي ما اتفقنا وظيفة التخطيط والرقابة بيتاخد فيها القرار عن طريق طبعا الزرارة العليا لأنها اللي بتخطط لكن لازم المحاسب الإداري هنا يشترك على أساس النواة يوجه نظر المسؤولين للنقاط المعينة في وظيفة التخطيط والرقابة والخطط خمس حاجة هو الحصول على تقارير تكاليف الانتاج والتسويق بيبدأ يحصل من التقارير اللي بتقوم عليها البيانات والمعلومات ايه بتاعته ده جزء بسيط من الوظائف اللي بيقوم بيها المحاسب الإداري وليس كل الوظائف احنا هنا استعرضنا تقريبا كل الأمور الهامة من تعريف أو الإطار النظري لكلمة المحاسب الإداري نفسها فاستعرضت تعريفها استعرضت أهميتها أهدفها مبادئها الخصائص اللي بتقوم عليها المحاسب الإداري وايضا استفات المحاسب الإداري اللي هو بيمارس المحاسب الإداري نفسها طيب من ضمن الحاجات اللي بتعملها المحاسب الإداري والهمة واللي احنا هنشتغل عليها في الشق العملي وده هيوصلني الاطار النظري بتاعها الى لما دي نبدأ ندرس بشكل عملي ابدأ اكون فاهم الحاجة اللي انا بعملها من ضمن الاساليب او الوسائل الهمة اللي بتستخدمها المحاسبة الادارية هو اسلوب الموازنات التخطيطية طيب يعني ايه موازنة تخطيطية اصلا قال لك ده اسلوب اسلوب تعبير كم ومالي يعني ايه كم ومالي كم يعني باعداد بكميات مالي يعني بفلوس او بماليات انا بحط لك فيها مبالغ عن خطة معتمدة من الادارة يعني خطتك مش يعني الخطة دي الادارة موفقة عليها ومعتمداها لكافة انشطة المنشأة انا ما بحطش لنشاط واحد ما ينفعش احط موازنة تخطيطية لنشاط واحد انا بحط موازنة تخطيطية لكل انشطة المنشأة او كل انشطة المنشأة بتاعتي عشان كلهم يبقوا ماشيين في تسلسل واضع. منحطها عن ايه? قال لي خلال فترة مالية محددة. يبقى بحدد الفترة مالية. هل بحطها عن شهر? عن يوم? عن اسبوع? عن سنة? ومقبلة. لاحظ ان احنا دائما في المحاسبة الإدارية بتعامل مع المستقبل. بتعملش مع الماضي. تمام كده? تستخدم كأداة للرقابة عليها أثناء وبعد التنفيذ. يعني انا كمان بعد ما حطت الموازنة التخطيطية بتاعت دي ببدأ. ان انا استخدمها أداة بتحددلي الأداة دي ان انا اتنفذت كويس زي انا ما حطاها? ولا لا ما تنفذتش في انحرافات زي ما اتفعنا ان المحاسبة الإدارية بتأكد لي مبدأ الرقابة. طيب. هنا هيوصلني الحاجة بقى. ايه هو الفرق ما بين الميزانية والموازنة? يعني احنا بنتكلم فيه طلبة كتير بيختلط عليهم الأمر ان انت تقول لي ان ان الموازنة هي هي الميزانية. لا الموازنة مش هي هي الميزانية. طب تعال نشوف الفرق ما بينهم بالضبط. الموازنة هي عبارة عن خطة عمل. يجب اتباعها وتنفيذها من أجل تحقيق أداف معين. دي خطة. انت بتحط الخطة بتاعتك دي وبتمشي عليها. زي بالضبط كده لما ضربنا مثال. وقلت ان انت عايز تحط خطة ان انت هتذاكر خمس ساعات. طب في الخمس ساعات دي مسلا انت هتذاكر ثلاث مواد. المادة ونهاية المادة وكل يوم كم مادة وان مواد. دي الخطة اللي انت بتمشي عليها. يبقى هيا جي الموازنة. تمام؟ انت بتتبعها وبتلتزم بيها. نجي بقى للميزانية. قال لي الميزانية لأ. الميزانية هي عبارة عن كشف. الكشف ده موجود في عرصدات حسابات. اللي هي موجودة في دفتر الاستاذ. زي الميزانية العمومية اللي احنا درسناها الأربع سنوات الاستبقاء. تمام؟ بس طبعا الميزانية في المحاسبة الإدارية بتبقى ميزانية تقديرية. يعني ايه تاني تقديرية؟ قلنا اننا مجرر اننا متنبعة بالأرقام بتاعتها مش أرقام حقيقية. تمام؟ طيب يبقى عبارة عن كشف وبقى أرصدات الحسابات المقترحة بضفتر الاستاذ. في تاريخ معين وده اللي بياني المركز الايه المالي بتاعي. الميزانية بتوضح لك المركز المالي. واتفقنا من الصف الاول ان المركز المالي المقصود بيه هنا ان انا هوضح ربحي وخصارتي وابدأ احدد ايه هي الاصول بتاعتي وايه هي الخصوم والالتزامات اللي عليها. طيب ايه هو هدف الموازنة التخططية؟ الموازنة التخططية لها تلات اهداف اساسية. اول حاجة تغطيط احتياجات المنشاة خلال فترة الموازنة. لما بخطط للمنشاة ببدأ اشوف ايه الاحتياجات اللي المنشاة محتاجها خلال الفترة الموازنة دي شهرية موازنة سنوية موازنة اه اسبوعية. طيب تانية حاجة بتنقى التنسيق بين اوجه عن شرط المنشاة وتجنب التعارض وتضارف في مباينها. ايه المقصود؟ المقصود اننا لازما اه ننستق ما بين اوجه النشاط المختلفة. يعني مثلا لازما ادارة الانتاق تنستق مع ادارة المشتريات لازما تنستق مع ادارة المبيعات. ازاي؟ لازما قبل ما اقو القرار ان انا انتج الف وحدة لازما اكون منسأة مع ادارة المبيعات بتاعتي انها تكون عندها القدرة التسويق الالف وحدة. ولازما اكون منسأة مع ادارة المشاريع انها قادرة على شراء المواد الاخام او الاساسية لانتاج الالف وحدة. يعني ما منفعش ان لازم قرار بشكل منفصل. لازما ان الادارات المختلفة بتاعتك تكون منسقة مع بعضها واخد قرارات غير متعارضة. تمام كده؟ نيجي اخر حاجة هي احكام وفرض الرقابة على نشاط المنشأة وتقييم الاداة. احنا استخدمنا مصطلح الرقابة كشير جدا. من اول ما بدأنا في المحاسبة الادارية. وانا دائما بستخدم معاك التلات مصطلحات الاساسية. تغطيط رقابة اتخاذ قرار وده القيمة عليها المحاسبة الادارية. وطبعا كل الاساسيبي تتبع المحاسبة الادارية زي الموازنات بتاعتي. طيب ايه هي مبادئ بقى اعداد الموازنة التقططية؟ انا عندي خمس مبادئ لإعداد الموازنة التقططية. اول مبدأ بالنسبالي هو مبدأ الموازنة بين الاهداف والامكانيات. يعني انا حطيت اهدف احنا بنحط اهدف طيب وانت بتحط هدفك لازما توازنه مع امكانياتك. يبقى الموازنات التقططية كده بتوازنه بين اهدافها وامكانياتها. يعني ما ينفعش ان انا حط هدف وهو غير مماثل تماما للامكانيات بتاعتي. يبقى ساعدة الهدف ده مستحيل الوصول اليه. رقم اتنين مبدأ الشمول. احنا مش بنحط موازنة تقططية لإدارة بس ولا موازنة تقططية لقسم. انا بحط مبدأ شامل. الموازنة التقططية بتتحط لكل المنشأ. مبدأ المشاركة. كل الإدارات وكل الأقصام لازما تتشارك معايا في وضع الخطة او الموازنة التقططية اللي احنا هحطينا. مبدأ المرونة لازما بما اننا بتعامل مع المستقبل لان الموازنة التقططية انا بحط خطة للمستقبل بما اننا بتعامل مع المستقبل لازما تحط لازما خطتك تكون مرنة قبلها للتغيير وفقا للظروف المحيطة لان انا ده ما بتعمل مع بقرة انا ما عرفش ايه بالزبط بقرة ما فيه السوابت هنا تمام مبدأ الوقعية وانت بتحط خطة لازم تكون وقعي ما ينفعش احط خطة مش وقعية فيها تمام يا مثلا ما ينفعش ان انا هسوأ لمنتج المنتج ده مثلا مالوش سوق هنا في المنطقة دي ما بيتبعش طب انا ادور على سوق يكون المنتج ده مطلوب فيه واقدر ابيعه تمام كده يبقى هنا مبادئ اعداد الموازنة التقططية احنا قلنا خمس مبادئ مبدأ موازنة بين الاهداف والامكانيات مبدأ الشمول مبدأ المشارقة مبدأ المرونة ومبدأ الوقعية بتاعتي نيجي نستخدم ايه هي اساليب اعداد الموازنات التقططية بتاعتي اسلوب اعداد الموازنات التقططية هو انا عندي اسلوبين لا اما الاسلوب الاول الاسلوب الاول اسلوب استخدام بيانات الموازنة المطبقة حاليا والاسلوب liar هو الموازنة السفرية اسلوب استخدام بيانات المطبقة حاليا بتستخدم البيانات jako test وفي النهايه εحنا كده استعرضنا كل حاجة واتمنوا ان شاء الله مشيئة الله اشوفكم على الحالات القادمة وتكون استعبت الشق النظري وان شاء الله هنبدأ الجزء العملي الحلقات القادمة بمشيئة الله واللقاء